تضم اليونان العديد من المزارات السياحية الهامة المرتبطة بثقافة الإغريقية إلا أن بعض هذه المزارات أصبحت مغلقة بعد إدراب لحراس المناطق الأثرية تعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي للعديد من الدول وخاصة تلك البلدان ذات الحضارات العريقة مثل إيطاليا واليونان ويؤثر أي خلل في المنظومة السياحية لأي دولة بشكل مباشر على هذا الرافد الهام من روافد الدخل القومي ففي اليونان أعلن حراس المناطق الأثرية إدرابهم عن العمل مما أدى إلى منع السائحين من زيارة تلك المناطق بما فيها أثار الأكروبول وهي عبارة عن هضبة صخرية عالية وسط أثينا يزورها الملايين من السائحين سنويا ويرجع سبب الإدراب إلى أمور تتعلق بالمرتبات والوعود التي قطعتها حكومة اليونان بتوظيف مائتي حارس آثار بشكل دائم قبل حلول الموسم السياحي خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين ووقف السائحون من جنسيات عدة أمام أبواب الأكروبول المغلقة آسفين على فرصة رؤيتها التي قد لا تتاح لهم مستقبلا إنها فرصة قد لا تأتي سوى مرة واحدة في العمر أشعر بالإحباط الشديد لأني لم أتمكن من رؤية الأكروبول اليوم ومن جانبها ناشدت وزارة الثقافة اليونانية حراس المناطق الأثرية لإنهاء الإدراب معلنة أن وعد الحكومة لا يزال قائما وقيد التنفيذ ويتزامن هذا الإدراب مع اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة الجهود المبذولة لإنقاذ اليونان من أزمتها الاقتصادية التي طالت